استغاثت امرأة بريطانية بالجيران والمارة اثر اشتعال نيران في مطبخها غير ان احدا لم يفزع لنجدتها ظن منهم انها تداعبهم نتيجة مأساوية سببها عادة اوروبية تنتشر في مثل هذا التوقيت من كل عام حيث يقع كثير من الناس ضحية لاكاذيب وشائعات يطلقها اخرون تحت مسمى كذبة ابريل او اكذوبة ابريل تلك العادة التي باتت سببا في انتشار الاكاذيب والشائعات في ذلك اليوم عبر وسائل اعلامية مختلفة من افراد ومؤسسات لتصادف قبولا وتصديقا يترتب عليه اجراءات استثنائية لدى كثير من الناس ويطلق على من يصدق هذه الاشاعات او الاكاذيب اسم ضحية كذبة ابريل وتشتهر هذه العادة الذميمة في عدد من البلدان الاوروبية كفرنسا وبريطانيا وغيرهما من الدول التي سرت اليها داخل وخارج اوروبا ولا شك ان الاسلام حرم الكذب في كل الاوقات وعلى كل الاحوال ولو كان على سبيل اللهو والمزاح لما له من اضرار مادية ومعنوية بالغة ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام انا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا